بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد خوشة بيستانم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي لدرسة اشتازة درسة كاني قلت زار لشرح كتابي أذكار ديما وخزم البريستان لخوة قلت داوة كارن سبحانه وتعالى لهم لا يكمان قبولكات خوشة بيستانم لدرسة رابردو قيشتنا فصلن لهم ديك طبعا كان أو فصلة وازم تاودر نتسوها نسأل فصلن يعني فصلن اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير باشا بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى هل كسا كطاعة كردوين تساكي هي كردوكاين لتسعر تسوي الشر يخذها قول الله سبحانه وتعالى أو كسا زكري خواه قوله كردوى كما قال سعيد بن جبير هل كسعيد يقول جبير ذا فرمير وغيري زعيد يقول جبير لعلماء فرمي أنا قولة جزوانين هذا فرمي وقال عطاء هاو كسعيد جبير فرميتي كهركس بطاعة إيجبكا أو خريش الزكري خواه قوله سبحانه وتعالى وقال عطاء إنزا وقال عطاء رحمه الله مجالس الذكري مجلسكان الذكري هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا تسوان دا كري كري نفروشتن تسوان دا فروشي مثلا كري نفروشتن تسوان نواجدكي تسوان روبروشو دبي مساري ما را كردنو عقدي نكاحو مسائلانا طلاق دانو أو بابتانا وحاة كردنو أو حمويدا سا Sixteen تطلق وتصولント إنزا فصل قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات جنو بيixon والذاكرين الله كثيرا والذاكرات آفرة كانش أوي أو الذكر بيونه هي هما الشي وأو الذكر أو آفرتان هي أنا وذروب بعدها اières بيونه آفرتش وأرد then أوانا أعد الله لهم مَغْفِرَةً وَأَجِرًا عَطِيمًا حبس او آيات خوشة بيستان مجدية جزور عزيبة اوانيكا زور ناوي خوائي قوليان لسر زاري زور ذكر يخوادكان سبحانه وتعالى وزور جنبيان بياوبي اوى أعد الله لهم مغفرة خوائي قوليان سبحانه وتعالى تي لو آمدا كردون مغفري لو آمدا كردون ايسا تون درين مثلا بحشتي لو آمدا كردون اوام لي خوشبوني لو آمدا كردون يعني احتمالا قصيكا ذكركا موقفكا تو كردوتا لبخاتر خوائي قولي عز و جل والله لخيالي شدنا ماو اوام دبتا مايي لي خوشبوني كناها كان مروجي دواي انزا نكرا اوانداش واجرا عظيمة يعني كاسيك فقير و هجاريك دبيني دشوينة چي دو صوتبانزاية چي دا دي دلد نرم دبين مواقف هي مثلا انسان تاوي برفرميسك دبين نخوشو هجاريك كابرا اتمن دبيني عرباني اتشي بي مثلا آسنوش تي خردكاتو او قوديا بطالانا كودكاتو تما شايدة كي سار كدرادة قريبين ززاري دا دي هزاري دا دي يعني لك انت هالبع التعديل اشتا شي بسيطيش بلاعم لاي خوائي قولي النابي سبحانه وتعالى لوي خوائي قولي تفرمي اتو لبخاتر خوائي قولي اخواد لبير بواللو موقفي دي خوائي قولي عز وجل دا فرمي سيطي دي او اشتا لبخاتر خوائي قولي كردو خوائي قولي دا فرمي اعد الله لهم مغفرة لي خوشبوني لو آمد كردو اخ نازن دي يعني وكبلي داخل مساحة شدبي او مساحة همو لي خوشبوني يعني موقفيك اتو بخوش نازن خوائي قولي سبحانه وتعالى تصون لي خوشبوني او ازروبها داشتك كردو وتحج طبعا دا فرمي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة او زا ري حزير ري جنهنانو يعني حتى بقات او رادي طلاق دانو تزدابو نوش بإحسان بي نبي باشا بالله مكبو بإحسان بي لبخاتر خوائي قولي لاندق مساعدان خوشدبي خوائي قولي سبحانه وتعالى همو يعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة اجرا تيزورق ادو الباداشا تيزورق وراوينا في صحيح مسلم معنى ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قال وما المفردون يسأل من او كلمة مخين دو واش برسيار دا كان زماني بيغنبليش برسيار كنا فرميان وما المفردون يا رسول الله چين اوانا بياندقوا المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات اوانا بجعر ديكو ملقا ومجتمعا اوانا زكري خوائي قولي سبحانه وتعالى زور دا كان قلت روية المفردون بتجديد الرأي بتجديد الرأي وتخفيفها مفردون ومفردون بتجديد الرأي والمشهور الذي قاله الجمهور التجديد بلعم علماء بأ المفردون واعلم ان هذه الآه الكريمة مما ينبغي ان يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب او ايكا ديو كتاب دخين توزور وقد اختلف في ذلك فقال الامام بابو الحسن الواحد تفسير قال ابن عباس رضي الله عنه امام واحد يشكلا مفاصلة هراء يشكلا قورة اماماني اللي سنور جماعة كتابة تفسير تفسيري بناوي بسيط وسيط وجيس سيه تفسيري هيا قورة كي وسط ليبتسكتري قال ابن عباس رضي الله عنه المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات نفره نوية جدكا زور تساكا نوية جماعة بلام حار السلام داتاو يكسا دروا درده باريوكو بلي يعني عزليتي تاعدني شم اتا ذكركم دكم بدزواني قيناك ايشاشي مسانسار زيش خراب راقرتوا منعلاقناه سار موضوعشتكيه اساستناعات موضوعشتكيه بلام اهيز ايشينيه اذن نوية جذكركم بدزواني دكم وغدوان وعشية سبينان وبيانيا ذكر خوالي وسازاري وفي المضاجع لساة زيقاش وجهد وجهية مثلا دعو دعانا دخيني وانيا لكاتي نوية دعا دخيني لكاتي نسنيش اللهم اسلامت وجهي اليك وفوضو امري اليك دعاي خوطنيج دخيني وكلما استيقظه هالكاتي لخيو بخبر لا إله إلا الله استغفر الله لخيو بخبر هاتي اندستك بدون ساود دابينو استغفر الله الحمد لله خوالي قالو روجو شنو يبيبخشيم لنا ومالو من دعالو كاسو كاري خوم ديان كاز زاران كاز يعني ناني بخون ناني شدخوه حمدو سناء خوالي قالو كسبحان وطعالا كوناني دخوي هزار كاز لبرسان دمري وكلما استيقظ من نوهي وكلما غدا روجو شنو هاتني أو راح من منزلهي كبستذري بسم الله ديته وبسم الله سلفد لسارك دا سلفد ليده بسم الله يعني يقول سلزار ذكي ذكر الله تعالى خوالي قالو سبحانه وتعالى ذكري خوالي قالو ذكا وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا وملطجعا لقيام قعود اضطجاع دائما ناني خوالي لسار الزالبي وقال أطاع والله عندك مواقف بس بلاي أستغفر الله بس ناني خوالي بس زار الزالبي توربونك يعني لقد زيرانك تقول لسار سياقية لرخوري نسارية تشعر زور قولي بدو عداها كشتنو قتلي بدو عداها بس لو لاحظي بلاي أستغفر الله بس أولا ناني خوالي قولي بس رزالي دابي أو بشي ما بونا ويدوهي تماني كابرا يكا تشدكو قاتلة كسكارك يدرين حكمي عدامي عدام تنفيذناك لكردستاناك لكردستان تنفيذناك لقدام أستغفر الله لا إله إلا الله الحمد لكردستاناك بس رزالي دابي درغاي غضب وطربون وشيطان كتاي بيدي لو إخوة يقول فرمي إذا مستهم طائف إن الذين التقو آل تقو إذا مستهم طائف من الشيطان تذكرو يعني قزيشي أخلاقية جنو بياوك دايكن بدزي بتاوانيك خياند لها بياوك يخويدك يغو بياوك إخياند لجنك يخويدك درجمنا يشي زور قولي بذولا دي احتمال قتل بس ذاتي يقل حظي أقل بس بلي أستغفر الله أو أن دا بلي أو بردي ستساوت لا دا كوي لو إذا فرمي قائما ومتجعا وقال عطاء من صلى الصلاوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا نقل الواحد واحد أو قولي نقل كلا وقد جاء في الحديث في حديث أبي سعين الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي خزان بخبرك يوبر يهزد دورك عدم يجبكين أو صلى الركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أخوة يقول سبحانه وتعالى لو أني لقى أمددك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجا في سننه وسئل الشيخ الإمام أبو عمر أبو عمر بن الصلاح الشهر الزورية أبو عمر وكو عمري دا نسري لقى واوة شي واو عمر دللي ما بابا واو عمر واو عمر دا نسري بس ناخين دريتوا يعني دائما إنسان مقامة شبي ونيا لازماني عربي واو عمر دا نسري بس ناخين دريتوا وسئل الشيخ الإمام أبو عمر ابن الصلاح شهر الزورية رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال إذا واضب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساءا في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا أو قولي بيشواء أبو عمري كري صلاحي شهر الزوري أو دبت بابة درس داها تومان تا أوكاد بخواي قرطان السبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته